هادي نسباي من لبنان لبناني مهاجر بفرنسا واللي مع انتشار وابيق كورونا اختار يبقى بالدولة الفرنسية بحثا عن ظروف معيشية افضل ومستقبل اضمن لنعرف اكتر شو اللي دفع هادي من لبنان بالبقاء بالدولة الفرنسية ورفت عودته الى وطنه بظل انتشار وابيق كورونا بفرنسا منستقبل معنا هادي نسباي عبر سكايب مرحبا هادي واهلا فيك معنا هادي قبل ما نفوت معك بالتفاصيل منتبع نحن وياك تقرير عن الوضع اللي عانت منه فرنسا بسبب فيروس كورونا ومنرجع لعندك لنعرف ليه اخترت البقاء بوحدة من اكتر الدول اللي انتشار فيها ها الوباء تقرير ومنرجع لعندك هادي هادي اهلا فيك معنا من الجديد هادي بداية لا قررت تبقى بفرنسا وما ترجع على لبنان بالوقت اللي كتير مهاجرين بفرنسا ما صدقوا كيف فلوا بظل انتشار وباء كورونا بشكل كبير بالدولة الفرنسية اول شي انا رحت عفرنسا ليكمل جامعة انا كان بعد عندي جامعة لما بلشنا كورونا وكنت بعدني عم ياخد صفوف كملنا الاصفوف وكننا مقررين اننا رحنا من بعد اللي ما نخلص جامعة في عندي ستاج بدي اعمله فما كنت قادر أرجع على لبنان خصوصاً أنه ما كنا عارفين أول فترة إذا رح يسكروا المطار أو لا وإذا سكروا المطار ما عادنا عارفين إذا أي متى بيرجعوا يفتحوا فأنا ما كنت قادر أنه ما أعمل الستاش طبعاً لأنه كانت إجباري كنت رح روح السن علي لو يمكن لو رجعت نعم كان في عندك تخوف أنه معقول تجي على لبنان وكمان معقول تكون حامل أنت فيروس كورونا وتنقل العدوى لأهلك أكيد آخر شيء صراحة عقد ما سونا نسمع بالميديا صرت فكرة وقعت إذا عطصت أنه ممكن أن أكون أنا حامل كورونا هلأ ومني عارف نعم فأكيد عطلت أهم وخفت كثير أنه إذا رجعت على لبنان بالمطار مثلاً أو بالمحلات الببليك كون عن برقة كورونا وعن بعد أهله نعم وأهلك وعائلتك شو كان موقفهم يعني هنا في لبنان وعم يحضروا على التلفزيون شو عم بصير بفرنسا وانت هونيك لحالك شو كان موقفهم بكل هيد المرحلة كانوا كتير عطلينهم كنا كل يوم عم نتوطل عم نحكي مع بعضنا وعم نطمن بعضنا ودائماً فيه إرشادات على التلفزيون أنه ما تطلع دائماً نحط كمامة مالبوسك فوق وخلص مش مضطر تطلع ما تطلع خليك بالبات نعم هادي كيف قضيت هيد الفترة بفرنسا الاشياء ما كانت كتير هيني خصوصاً إنه كل المخططات اللي كنت مقررهم وقفوا كلهم بس كنت عم جرب قدمة فيه كون عم عبي وقته لما كتير فكر بالموضوع نحنا كنا بعدنا عم نكمل صفوف كنا عم ناخد صفوف أونلاين اشتغلت على طجالة الجامعة وكل يوم كنت عم بطبخ يعني تأكل وشوية تصبر وأوقات كنت عم بطهر برات البات اتمشى عقد ما بيسمح القانون لأنه هناك كنا مشبورين بفترة معين نطلع منا من البات ومن بعد كتير عن البات نعم شو اللي قويك خلال هيد المرحلة هادي وانت بعيد عن أهلك وأصدقائك بلبنان ومنعرف نحنا بهيك وضع الناس بتكون بحاجة كتير إنه تكون محاطة بأشخاص بتحبها لتقوية انت شو اللي قويك أول شي أنا كل يوم كت عم بحكي مع أهلي ومع خطيبتي وكنا عم نتطمن عنهم وهذا الشي كنا عم بريحنا بس بالحقيقة هو الله اللي بقوة واللي عنده رجب المسيح ما بحس حاله متروب بس كمان الواحد لازم يكون عم بساعد حاله لحتى يكون عم بفكر بطريقة إيجابية يعني بدي كت عم جارب قدنا في دالني فكر إنه نحنا مش رح تضل الحالة هاك والحياة بدي بعد شوية ترجع من المكاني نعم فأول شغلة عملت لحتى أكون عم بفكر بطريقة إيجابية هي إنه وقفت إسمع أخبار نعم هادي من حديثك فهمنا أنه أنت بالرغم من انتشار وباء كورونا بفرنسا فضلت مستقبلك المهنة والعلمة على المخاطرة بصحتك وفضلت تبقى بفرنسا برغم إنه في خطر على صحتك إنه تلقت وباء كورونا بس إنه ما تخسر سنة ليه هل قد كان بمحل مستقبلك المهنة أهم بكتير من صحتك؟ لأنه لأنه هيدا كان المخطط اللي أنا جيت كرماله لأنه هيدا هو كان اللي أنا جيت عامله بفرنسا يعني لو بدي أخسر أنا هيدا الشي اللي كنت جاي كرماله كنت رح أخسر كل شي تقريباً لأنه بالنسبة لقلي هيدا كان الشي هيدا كان الأمل إذا بدنا صح نعم شكراً لقلك هادي وانتبه على حالك وبالتوفيق إن شاء الله بجمعتك وبعملك بفرنسا مرسي سيران مرسي لقلكون وأنتو كمان تبعوا على حالكم شكراً لقلك